السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من الاخبار يارب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة الفيديو بتاع النهاردة بقى فيديو خفيف وبسيط ولطيف الفيديو عن ازالة الخلفية بتاعت الصور طبعا احنا مثلا لو انت عندك قناة يوتيوب وعايز تعمل صور مصغرة احترافية وحابب تجيب الصورة بتاعتك على صور تانية او عايز صور مفرغة بصيغة البي ان جي يعني ما يكونش لها خلفية بحيث ان انت تاخد الصورة دي تحطها على اي خلفية تانية او حتى لو انت برا اليوتيوب خالص وعندك شوية صور كده انت والاولاد والمدام ومتصورين في البيت على الكنبة وعايزهم بقى توديهم بريس عايزهم توديهم في جنينة عايز تخليهم وراهم حديقة ظهور فممكن بقى تعيش الخيال تشيل الخلفية اللي وراك وتحط اي خلفية تانية من البرنامج السحري اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة والبرنامج دوت من شركة اي باور سوفت شركة الغنية عن التعريف عندها متجات رقمية كتير منها برنامج موحات الخلفية او ازالة الخلفية البرنامج متوافق مع اجهزة الويندوز يعني ممكن تشغاله على الكمبيوتر او اللابتوب ممكن تشغاله على اجهزة الاندرويد ممكن تشغاله على الاي او اس طيب علشان ما نضيعشوا وقت بقى يلا بينا مع بعض علشان نشوف الشرح العملي للبرنامج اهلا بكم مرة تانية هنبدأ بقى ننزل البرنامج من الموقع الرسمي لشركة اي باور سوفت وطبعا هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف تقدر تنزل البرنامج ودلوقتي هندقل على طول في الشرح على جهاز اندرويد احنا دلوقتي نزلنا البرنامج وده شكل الايكونة بتاعته طبعا دي الوجهة الرئيسية بتاعت البرنامج فيها تلات ايقونات رئيسية الايكونة الاولى لو انت عايز تزيل الخلفية بتاعت اشخاص الايكونة التانية لو انت عايز تزيل الخلفية بتاعت منتجات زي الشونة هي هتطلق شنطة او عايز تزيل الخلفية بتاعت حيوانات او ملابس حاجات زي كده الايكونة التالتة لو انت عايز تشيل خلفية سجنت شردية يعني توقعات او سطنبة معينة او لو انت عامل لو عايز تزيل الخلفية بتاعته بحيث تحطه على الفيديوهات بتاعتك او على الصور بتاعتك هيبقى من هنا. هنا في حاجة اسمها ودي اللي من خلالها هتقدر تتعرف على او الخلفيات اللي البرنامج موفرها. اللي تقدر تحطها مكان الخلفية اللي انت هتزيلها. ودي هنشوف هدلوقتي بشكل عملي طبعا موفر لك حاجات جميلة جدا. خلينا في وهنبدأ نختار اول واللي هي بتاعة الاشخاص. هنختار مسلا صورة من ديت على سبيل مثال الصورة دي. طبعا فيه صورة الدرع والحطة وراية والكلام ده. فهو دلوقتي هيشيل كل الكلام ده بضغطة زر واحدة. هو دلوقتي بيعمل معالجة. شايفين بمنتهى البساطة شال الخلفية اللي وراية وتقدر بقى تتحكم في الصورة ديت تكبرها تصغيرها زي ما انت عايز اهو. ويبقى انت كده معاك خلفية بصيغة تقدر تحطها على اي صورة. انا لو عايز بقى اختار من داخل البرنامج خلفيات للصورة ديت هضغط على تمام? وفيه هنا اول اختيار اللي هو اللي هو المعرض بتاعك لان عملت علامة زائد تقدر تحدد اي صورة من الصور اللي معروضة وتقدر تحط الخلفية لها. او يعني يحط لك الوان او بروفايل يحط لك حاجات زي كده. او ديت بقى ورد وحاجات جميلة زي اللي انت شايفها دي. اهي. طبعا كل دي حاجات تقدر يعني تستخدمها. وبعد ما اختار المكان او الخلفية اللي انت عايزة تعمل علامة صاحب. طيب في حد يقول لي طيب ما الخلفية دي سهلة يعني هو الدرع اللي وراك والحيطة وخلاص يعني سهلة. فانا هجيب لكم دلوقتي الصورة معقدة اكتر علشان لو في بعض الاجزاء عايزة تتعدل. هوري لكم ازاي البرنامج بيقدر يعليجها. هنرجع كده اخطه وارا ونقول له ايس مش عايزة لنحفظ. ونختار صورة تانية وعلى سبيل مسال الصورة دي. الصورة دي فيها تفاصيل كتير يعني فيها الخلفية اللي وراها والكنبة ديت او الانتري دوت. ولون الحيطة شبه لون الدرع. ففيه برامج تانية كنت باستخدمها كان بيشيل الالوان اللي شبه بعضها. فخلينا نشوف هيعالج الموضوع ده ازاي? طبعا شلنا كل حاجة معادة جزء صغير اهو نخدس غنون اهي. فدي اللي سابها. تمام? طيب. نقدر نشيلها ازاي? هنضغط على فيه علامتين بقى علامة اه ماينس او علامة سالب وعلامة زائد. علامة السالب دي معناها ان انت عايز تشيل جزء من الصورة ومش عايزه يظهر. وهنا السمك بتاع الاداة اللي انت هتستخدمها يعني شايفين الدايرة دي? وظهر فوقها هو الجزء اللي انت عايز تشيله بالزبط. هنبدأ نتحكم فيه. طبعا احنا شلنا كده الجزء اللي احنا عايزينه. طبعا علامة الزائد دي بتاعت ايه? علامة الزائد دي لو انا عايز اضيف جزء. يعني انا مسلا لو دماغي دي مش باينة. تمام? خلينا المساحة الاول اها. شايفين? كده الدماغ دي مش باينة. طب انا لو عايزة خليها تبهن فهضغط على علامة الزائد? لو هو بالغلط يعني جاب حتة مش باينة. ممكن بقى ايه? اعلم عليها كده الحد ما تبقى بالاحمر. كده كل حاجة ظهرت. بعد ما خلص اعمل علامة صحة. طبعا لو انا اعالت خطوة غلط او حاجة ممكن ارجع من الاسهم دي. بعد كده هعمل صح هيبدأ يعالج الصورة. اهو زي ما انت شايفين جابني الصورة بمنتهى الاحترافية. طبعا الرجول دي مش باينة لان في كان فيه ترابيزة. تمام? فانا ممكن اعملها كده. ويبقى الصورة زي ما انت شايفين. انا عايز مسلا اوضح الالوان بتاعة الصورة دي. فهضغط على اللي هي علامة النجمة. هنا ممكن ازود الاضاءة او اقلل الاضاءة. وهنا ان انا مسلا ازبط الالوان شايفين? بعد كده هعمل علامة صح. عايز بقى اغير الخلفية زي ما اتفقنا مع بعض. لو انا عايزها بصيغة البيت نجيزة ما هي بعمل حفظة على طول. عايز اغير الخلفية ببدأ اغير من هنا. يعني مسلا لو انا عايز ورد من دوت. تمام? شايفين? شايفين الجمال? اكني جوة الورد. عايز بقى اغير اي حاجة زي ما انت عايز هيوديك في كل حتة يحط لك بقى عربيات يحط لك اه اعياد ميلاد زي ما انت عايز. فالبرنامج بصراحة عجبني. وقلت لازم يعني اوريه لحضراتكم او اشرحه لحضراتكم. مسلا ان انا عجبتني الصورة دي بضغط على علامة الصح. لو انا عايز اعمل كروب يعني اعمل قص الاجزاء معينة بيبقى من هنا. طبعا انا مش عايز اعمل كروب ولا حاجة. لو انا عايز نسخة تبقى الاصل منها فبضغط على العلامة دي. فعمل لي صورتين اهو. لو عايز ازيل واحدة منهم بضغط هنا. انا اخترت الصورة وكله تمام بضغط على سيف اتش دي وبعد كده بقول له ياس. هو كده بيبدأ يعليج للصورة وبيبدأ ينزلها على الستوديو اهو سيف تو جالاري. بروح هنا على الجالاري علشان اشوف الصورة. ادي الصورة زي ما حضراتكم شايفين صورة ايه تاني موجود جوا البرنامج موجود في حاجات لو عايز مسلا منتجات اهي. مسلا عايز عربية شنطة خلينا في الشنطتين دولت. طبعا هيبدأ يعالجهم بمنتهى السهولة. كده انا عملت ازالة للخلفية بتاعت المنتج ده. جميل جدا. اخر حاجة بقى في اللي هي المي ديت. ديت لازم يبقى ليك على البرنامج ده برقم التليفون بتاعك. وطبعا بيطلب منك ان انت تشترك في احد الخطط المدفوعة. لان البرنامج او البرامج الاحترافية دايما بيبقى ليها خطط مدفوعة. انت ممكن تستخدم البرنامج مجانا فريق ولكن بيحط لك يعني علامة ما اي شكلها بيبقى غلس اوي. فمسلا انا يعني اشتريت خمسين صورة. فانت ممكن تشتري مثلا الف صورة. الصورة هتعمل اتنين فاصل من عشرة سنت. يعني كلام فاضي. فممكن تختار اي خطة من الخطط دي. او تشتري البرنامج كله بتلاتاشر دولار وتريح دماغك. تمام? ده كده كان شرح الفيديو بتاع النهاردة. لو انت معكش فلوس وعايز تستفيد بالخاصية دي وتشيل الخلفية اللي وراك. انا كنت شرح فيديو عن موقع اسمه الموقع ده فري تماما مجانا. ولكن جودة الصورة بتبقى قليلة شوية. وبرضه علشان تشترك في الجودات المدفوعة الجودات العالية بيبقى بخطط مدفوعة. ولكن انا لحد اللحظة ديت كنت بنزل كل الصور اللي على القناة من خلال البرنامج ده او من خلال الموقع ده. انا كنت شرحه في فيديو. هيزهر معكم في علامة الاي. وبرضه هيزهر معكم في الشيط النهاية. وهسيبه لكم في الوصف. عشان يبقى قدمتلكم الحاجة المدفوعة والحاجة المجانية. بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. ما تبخلوش علينا باللايك الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.